اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الإيجابيات هون والإيجابيات هون وأخذت السلبيات من هون وأحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الأمور هاي فبتطلع بتوقعاتك أنت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل لـ 90% من التوقعات يعني إلا أنه إذا بدي أعطيك توقعات إلك شخصي فهاي أمور أخرى إلها حسابات أخرى على حسب خارطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة أو التحولات السنوية يعني بمعنى آخر إنه إشي خاص فيك أنت ولكن عشان نقرب المسألة لأقرب خاني ممكنة من التوقعات فأنا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعك اسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي أو التنقلات اللي راح تصير خلال الأسبوع هاي من يوم الخميس اللي هو 2-7 القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت 4-7 من صباح يوم 4-7 راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين 6-7 من ظهر يوم الاثنين 6-7 راح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الأربعاء على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الأربعاء على الخميس لغاية صباح يوم السبت 11-7 بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف راح يتحرك خلال هذا الأسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الأمور هاي كلها بتتابع الأخبار اليومية لأنه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الأمور هاي اللي متعودين أنتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي إلها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والأمور الضاغطة عليك والأحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الإمكان أن نغطيها بالكامل خلينا نروح على أول إشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج السرطان طبعا معروف أنه الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع التقلبات لأنه الشمس لسه ما وصلت لعيد ميلادكم بالكامل فعشان هيك اللي لسه ما إيجي عيد ميلاده بشعر لسه في بعض التعب أو بعض الأمور اللي مخربطة معاه الأمور مش زابطة معاه حتى اللي إيجي عيد ميلاده بيلاقي أنه عطارد اللي برضو موجود بسبب نوع من أنواع المشاكل اللي لإلوه على المستوى الشخصي والتقلبات النفسية أو الحدية في الطباع أو نوع من أنواع الخلل اللي بتسبب له نوع من أنواع الوساوس والقلق والأفكار السودة بيعمل نوع من أنواع المشاحنات الخلافات أو ردات الفعل السلبية وهي هيكي حكينا إحنا عن الشمس وعطارد اللي بتراجع وموجود عندكم لا على غاية عيد ميلادكم تقريبا الأجواء بتصير إيجابية ما بعدها ولكن ما رح تصير بالشكل اللي أنت بدك إياه إلا بعد ما ينتهي تراجع عطارد اللي رح ينتهي يوم 17 الشهر ومنزيد عليها ثلاث أيام يعني لواحد وعشرين الشهر عشرين الشهر تقريبا بتصير الأجواء جيدة وهيكي بكون الشمس غطت على كل موليد السرطان فبتبلش الإيجابيات مفوجائية على الأغلب أما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيتك 12 فهي بتعزز أمور أنت كنت تخاف منها بتجيب لك أشياء عشان تتجار بتجيب لك فرص على مستوى العمل وبرضو بتخليك تنجز أعمالك يعني أنت بتفكر أنه صعب أنك تنجزها ولكن عندك قدرة على إنجازها بتخليك تتوهم أمور إلها علاقة مثلا بالصحة بتلاقي الزهرة دعمت أمر الصحة ونجتك من أمور أو ساعدتك في أمور أو أعطتك طاقة لتجاوز هاي الأمور يعني بتشحنك لتقاوم المرض هذا أو تحسن صحيا أو تهتم أو تعطيك إيه حقات أنت تتوجه لوين عشان أنت تساعد نفسك وبرضو بتحميك من أشياء إلها علاقة بالناس اللي بتآمروا عليك بتكشف لك أشخاص بتكشف لك مؤامرات بتكشف خبث بعض الأشخاص بطريقة التعامل معاك أو ناس بتكيد لك أو يعني بتتهيأ الأجواء لا إلك أنك أنت تكون عارف أو فاهم هاي المسائل أما بالنسبة للبيت السابع اللي هو الجديد اللي مقابلك مباشرة وكل الكواكب موجودة فيه وضغط عليك بشكل كبير وخصوصا أنه بلوتو المشتري وزحل الثلاثي موجودات وبيتراجعوا في بيت الشراكة هذا بسبب لك خلافات مع شركاء المل وبرضو مع شركاء العاطف اللي هم الأزواج أو هاي تحديدا الأزواج هم أكثر ناس بيعانوا منها فعشان هيك بتحدث خلافات أو مشاكل فجائية أو سوء تفاهم أو نوع من أنواع التقلبات وهاي الإشي إلو يعني أكثر من سنة يعني عشان هيك يجي واحد من السرطان وقل لا حياتنا إحنا في شحلة منها روح شوف طالعك أغلب السرطان بيعانوا من أمور إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية الأغلب فعشان هيك خصوصا المتزوجين وبرضو بتفتح مجالات إلها علاقة بالقانون أو القضايا أو الأمور القضائية ولكن الأهم الخلافات أما بالنسبة للبيت العاشر لإلك موجود في المريخ فعشان هيك يعني الحمل هات وبيت سمعة فهذا بيخليك شوي تخاف على سمعتك أكثر أو تعطيك جراءة زيادة لمخالفة القوانين وبرضو جراءة زيادة للمغامرات الغير مشروعة وبرضو بتعطيك جراءة لأشياء بتشوه سمعتك يعني أنت بتكون لا لا ماشي الأمور ما حدا شايف أنا بسويها مش مشكلة عادي هيك بتكون تحكي مع حالك مخك بوحيلك على أنه هيك الأمور ولكن المريخ هذا فجأة بعكس الأمور بشكل سلبي لدرجة أنه بصدمك صدمي أو بأذيك أذية أنت ما بتتوقعها فعشان هيك لا تشوه سمعتك وفي نفس اللحظة لا تتأخر عن عملك لا تدخل بخلافات أو صراعات ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل بالفترة هاي لأنه أقول لك من هون لنهاية السنة ابعد عن هاي الأمور نهائيا لأنه المريخ قاعد في بيت السمعة عندك لغاية نهاية السنة يعني لبداية شهر واحد فعشان هيك بدك تحافظ على كل شيء يعني بتعلق بسمعتك أما بالنسبة لنبتن نبتن موجود في البيت التاسع فهذا بحط لك أوهام وخيالات وحواطف ومش عارف إيش بدخلك بالحيط من وراء أمور إلها علاقة بالبيت التاسع يا علاقات عاطفية واهية وفاشلة مع أشخاص خارج البلاد يا إما بيصيبك الوهم على أنه بتقدرش تقدم امتحان يا إما بعطيك وهم أنه أنت بتقدرش إذا جاك منصب بتقدرش تديره ما فيش سفر هدول المسافرين مثلا عندهم مشاكل خوف ورهبه على أشخاص اللي خارج البلاد خصوصا إذا كانوا من عيلتك أو من أحبائك كارثي بسببلك من كثر ما بتظلك تتوسوس وتتقلب من كثر هاي الأفكار اللي بحطها في راسك أما بالنسبة لآخر كوكب اللي هو موجود في بيت الأصدقاء اللي هو أورانوس وبما أنه أورانوس معروف عنه كوكب المفاجآت فهذا بحدث أشياء مفاجئة ما بينك وبين أصدقائك يا بعرفك على أشخاص بشكل مفاجئ جدا وبصيروا من عز أصدقائك وبتستفيد منهم وبيدعموك بشكل قوي جدا يا فجأة بكشف شيء وبنهي علاقة صداقة إلها سنوات وما بتعرف شو السبب أو كيف تطورت الأحداث لا تنتهي العلاقة يا إما بتكون بدك تعمل أنت مناسبة أو مدعو على مناسبة أو حفلة وفجأة بتلاقي كل الأمور التغهت وتخربطت يا فجأة بتلاقي الدعوي إجتك بشكل مفاجئ مش متوقع وبرضو بتيجي لصالحك هاي كل النقاط اللي بيعملها أورانوس خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية ونشوف تأثيرات القمر إيش بدها تكون عليك خلال هذا الأسبوع من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود بالقوس عشان هيك بالفترة هاي تنجزوا أو إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين ما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية هذا البيت بيت العمل والصحة يعني بدك تراقب عملك وتراقب صحتك من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالجدي فعشان هيك بالفترة هاي بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي متوترة ركز بشكل جيد وما ترتجل هاي الأجواء ضاغطة نسبيا والمسئوليات بتكون فيها كبيرة هد من روعك وما تنفعل أما من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس بصير القمر موجود في الدلو بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرد ادخل التعديل المطلوب على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة من منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالحود فعشان هيك بالفترة هاي بتنهمكو في عادة تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات ممكن تخوض تجربة مطمنة أو جديدة تتلقى جواب إيجابي ممكن تفرح بالفترة هاي بأمور العلاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة أو اتصال يجيك من بعيد أو خبر يجيك من بعيد أو شخص يكون جاي من مكان بعيد أو عقد ناجح ممكن تصادف دعم وتشجيع أهم شي إنك ما تقف متفرج وبرضو بالمقابل هاي بتفتح لك أمور إلها علاقة بالدراسة أو الدورات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء